السورة اللي قصادنا ديت هي عبارة عن اخر تحديث لوضع فيروس كورونا الجديد في العالم حسب تحديث يوم 27 النهاردة يعني الاخبار اللي جات لنا مبارح بالليل فعدد الحالات في العالم كله الاصابات الموجودة 8221 اكتر طبعا من مبارح شوية والوفيات 2807 والحالات التي شفيت 32945 خليني اجيب سورة بتاعت مبارح تقريب بتاع مبارح ونحطه جنب ده ونشوف هذه التقريب بتاع مبارح اهو عدد الاصابات كان كام 81133 يعني زاد حدود 1000 حالة تقريبا الوفيات كانت 2765 زادت حوالي 150 بقت 2800 زادت الحالات التي شفيت بحوالي 2900 حالة طيب يعني لحظوا هنا في حاجة مهمة ألفة النظر إليها بالنسبة الحالات التي شفيت حوالي 1000 تقريبا 2000 حوالي 2900 حوالي 2900 تلاتة واربين حالة طيب الاصابات الجديدة حوالي الفرق ما بين امبارح ونهارده حوالي 1000 أقل من 1100 يبقى إذا الحالات التي شفيت عددها خلال أمس أكبر من الإصابات الجديدة وده طبعا مؤشر جيد معناها أن مع الوقت الكل هيشفى وماش هيبقى فيه حد مصاب بس طبعا احنا عشمانين فيه أعداد من الشفى تكون أكبر من كده وأعداد من الإصابات تكون أقل من كده بكثير هنتنقل نشوف عدد الإصابات في الدول أكتر عشر دول فيها إصابات خلينا نشوف الجدول التالي الجدول ده زي مرسوم أصابنا كده بيوضح لنا العشر دول الأكثر في عدد الإصابات الصين سوريا كوريا الجنوبية دايموند برانسس السفينة إيطالي اليابان إيران سينجابور هونغ كونج يو سيه والكويت احنا هنا في الشرق الأوسط طبعا بخايفين من إيران ومن الكويت لعل الإصابة تنتشر من هناك للبلاد الخليج وما إلى ذلك خلينا نقارن الأرقام الصين بقت 78 1514 كانت كام قبل كده الصين كانت خلينا نحط الجدول بتاع مبارح جنبيها هادي كده الصين الصين 78 ألف كانت 77 ألف تقريبا زادت حوالي ألف حالة لحظوا أن على مستوى العالم كله قبل كده في التقرير السابق كان فيه زيادة حوالي برضو ألف وشوية زيادة الحالات هنا في التقرير ده الملحوظ كوريا الجنوبية كانت 900 97 بقت 1500 يجي تقريبا 1600 1500 95 يعني بزيادة حدود 600 حالة مرة واحدة تقريبا 600 650 حالة دايموند برينسيس السفينة كانت 691 بقت كام 750 يعني زادت حوالي 14 حالة إيطاليا كانت 322 بقت 470 يعني حوالي أقل من 50 واليابان زادت بحوالي 28 حالة من 161 إلى 169 وإيران من 95 إلى 141 حوالي 50 حالة أو أقل سينجابور من 91 إلى 93 حالتين وهونج كونج من 85 إلى 89 أربع حالات والأمريكا من 57 إلى 63 حالات دا كده مقارنة ما بين مبارح ونر يعني في كل الدول في زيادة بس الزيادة اللي كانت ملفتة للنظر كانت في كوريا الجنوبية بصراحة نطة نطة كبيرة جدا وفي كذا ملحوظة على التقارير أوضحهم في الكلام بتاع القاد الملاحظات اللي حزنا على التقارير بتاعت النهاردة إن في حالات جديدة تحدث كل يوم خارج الصين وبرضو في حالات جديدة داخل الصين لكن معدل أو عدد الحالات خارج الصين أكتر من الحالات اللي داخل الصين يا ترى دا عشان الإجراءات الشديدة الحزمة اللي وغدها الصين دول العزلين يجي 100 مليون بناء آدم عندهم في إقليم هوبي وفي مدينة وهان طبعا إجراءات الصين مشددة بشكل يعني غير مسبوك دي أول ملحوظة تاني ملحوظة أن على مستوى العالم وخلال الأسبوع الماضي كان عدد المصاب المصابين أو المردى الذين تعافوا يوميا خلال الأسبوع اللي فات كل يوم بتعافى عدد من المصابين أكتر من عدد المصابين الجدد عدد اللي بيخفوا كل يوم أكتر من عدد المصابين الجدد يعني معناها أن بالتدريج الأمور هتنتهي إن شاء الله يا طرح هتنتهي إمتى الله أعلم حسب مجهود الدول ونشاطها واتخاذها إجراءات اللازمة لكن أنا متوقع أن الموضوع ده ياخذ له أربعة شهر كمان يمكن أو حاجة زي كده وينتهي خالص إن شاء الله ده إذا ما فلتش الزمام لكن مش هيفلت إن شاء الله الحاجة التانية إن عدد الوفيات في كل أنحاء العالم على مستوى العالم بيقل بيقل خط وخط وده طبعا ليه لمعرفتنا بالمرض وإزاي نكتشف الإصابة مبكرا قبل ما الحالة تتدهور وبرضه عزله وحطه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة ده بيساعد على تقليل نسبة الوفيات ده كده كان تقرير النهاردة 27 فبراير وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا من كافة الأمراض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته